اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الان احنا عنا المحرك مثلا هذا المحرك خارج منه اربع اطراف وعنا هنا C1 اللي هو الدائم المكثف الدائم وهنا مفتاح الطرد وهنا وعنا المكثف C2 اللي هو اللحظة طيب الان احنا عنا طرفين تشغيل وطرفين تقويم مباشرة احنا بنوصل تشغيل وتقويم مع بعض ونعطيهم خط كهرباء اللي هو المثلا هذا تشغيل هذا تقويم وهذا تشغيل وهذا تقويم مثلا مباشرة تشغيل وتقويم مع بعض عليهم خط كهرباء بدون اي مشاكل مباشرة مباشرة المكثف الدائم مباشرة هذه التوصيلة العادية هاي توصيلة المحرك الواحد فاز العادي توصيلة المحرك الواحد فاز العادي والخط التشغيل باخذ خط الكهرباء الثاني اللي هو N تمام طيب الان عنا مفتاح طرد ومكثف لحظة بدنا نوصلهم الان بنوصل طرف مفتاح طرد على طرف مكثف لحظة زي ما انتم شايفين هيك وببقى عنا طرف مكثف لحظة وطرف مفتاح طرد الان هذولا بدنا نوصل واحد منهم على التقويم والثاني على التشغيل فقط لا غير الان هاي هذا بنوصله على التقويم مثلا والخط الثاني هذا بنوصله على مفتاح او على المكثف اللحظي فقط لا غير يا اخوان هاي هي التوصيلة يعني المكثف اللحظي المكثف اللحظي وصلنا احنا على التقويم والتشغيل وصلنا على التقويم والتشغيل زي المكثف الدائم لكن احد اطرافه وصلنا عن طريق المفتاح فقط يعني الان لاحظوا هاي المكثف اللحظي واصل على التشغيل اللي هون هاي هذا خط التشغيل وطرف الثاني واصل على التقويم لكن في الطريق حطينا مفتاح الطرد توصيله بالتوالي فقط لا غير هاي هي الرسمي اخواني هاي هي الفكرة فكرة بسيطة وفكرة سهلة ما بدها اي مشاكل بس لحظة التركيز بسيطة جدا منك ورح تفهم موضوع ويصير الموضوع عندك سهل ما في اي مشاكل نهائيا وهاي هي الرسمة اذا حالها بحب يخذيها صورة او كذا زي ما بدكم هاي هي الفكرة يا اخواني وان شاء الله انكم تستفيدوا من هذا الموضوع انا اسف لاطالة الموضوع لكن الموضوع لازم ننتهي منه يا اخواني وتنتهي الاسئلة عنه يعني الموضوع صار سهل وبسيط يعني اسهل من هيك بصراحة ما بعتقد انه يوجد اسهل من هيك اه الاصل انه الموضوع هيك يكون مفهوم كامل متكامل وانت جرب عندك مرة ومرتين وثلاثة رح تتمكن منها ورح تحفظها شغلة بسيطة جدا جدا خاصة انه المكثف اللحظي بدك توصله زي ما بتوصل للمكثف الدائم نفس الشي بس احد اطرافه بوصله عن طريق مفتاح الطرد ما بدها اي مشاكل ان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومات ومن هاي الفيديو ولا تنسوا زي اغصيكم دايما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا